مشاهدوا قناة زاوية التاريخ تم افتتاح قناة زاوية التاريخ حقائق ستجدون رابط القناة في الوصف لا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك كي نرتقي بالقناة وشكرا لكم لقد حفلت البلاد العربية في عهود ليست بالبعيدة برجال عظام ابانوا عن بسالة وبأس شديد في مواجهة الاعداء ونصرة لقضاياهم فكانت الهمم تنحني امام قبضاتهم لكنهم بقدر بطشهم امام الاعداء بقدر ما كانت مشاعر اللين تستحوذ عليهم نظرا لصفاء سريرتهم ونقاء دواخلهم علي بن ابي طالب الصحابي الجليل ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم واخوه وصهره زاخر العلم والمعرفة قوي الايمان عميق العقيدة السليمة ناهيك عن خلقه ونبله كان رضي الله عنه فارسا مغوارا محاربا شجاعا يتقدم الجيوش الاسلامية له قوة جسدية هائلة اضعاف قوة خصومه من المشركين على يديه رضي الله عنه سقط العدد الاكبر من قتل المشركين يوم غزوة بدر اذ قتل ما يزيد عن عشرين مقاتلا ولم يواجهه مقاتل الا ولقي حتفه ومن بينهم عمر بن ود العامري ومرحب اليهودي والوليد بن عتبة حتى قيل لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار حمزة بن عبد المطلب اسد الله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوه في الرضاعة كان من فتيان قريش في الجاهلية اسلم بعد تجني ابي جهل على النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بعدها بسالة عظيمة في الدفاع عن الاسلام في غزوة بدر حيث بارز شيب بن ربيعة وعلى يديه سرع جمع كبير من فرسان قريش استشهد اثر ضربة تلقاها من رمح وحشي خالد بن الوليد الصحابي الجليل ابو سليمان سيف الله المسلول مما لشك فيه ان عبقريته في ميدان القتال لا مثيل لها ولم يكن قائدا يعطي الاوامر فحسب وانما كان يقتحم الميادين مطالبا بالمبارزة طبا على حياة القسوة والتقشف رغم كون عائلته ميسورة الحال في مكة اتخم جسده بالجروح فلم يكن فيه موضع سليم لم يتأثر بضربات السيوف والرماح وافته المنية في بيته ولم ينهزم قط في اي معركة خاضها عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق وهو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار اصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واحد اشهر الاشخاص والقادة في التاريخ الاسلامي ومن اكثرهم تأثيرا ونفوذا هو احد العشرة المبشرين بالجنة ومن علماء الصحابة وزهادهم تولى الخلافة الاسلامية بعد وفاة ابي بكر الصديق في الثالث والعشرين من اغسطس سنة ستمائة واربعة وثلاثين ميلادية الموافق الثاني والعشرين من جماد الاخرة سنة ثلاثة عشر هجرية كان ابن الخطاب قاضيا خبيرا وقد اشتهر بعدله وانصافه الناس من المظالم سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين وكان ذلك احد اسباب تسميته بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل ضرار ابن الازور ذلك الصحابي الذي هجم على جيش الروم وحده اخذ يضرب فيهم يمنة ويسرة ولم يستطيعوا ايقافه يخرج ابطال الروم وقادتهم اليه يتهوون واحدا تلو الاخر وهو كالهرم الشامخ لا يتزحزح حتى اذا اراد الرجوع تبعته كتيبة كاملة من جيش الروم بثلاثين مقاتلا تحاول القضاء عليه وهنا خلع درعه من صدره ورمت ترس من يده وخلع قميصه فزادت خفته وقوته وانطلق الى الكتيبة الرومية فقتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون فانتشرت اسطورته في جيش الروم عن الشيطان عار الصدر انه ضرار ابن الازور كان ذلك في معركة اجنادين التي وصل فيها ضرار رضي الله عنه الى قائد الروم وردان وعندما شاهده وعرف من تلقاء نفسه انه الشيطان عار الصدر ودارت مبارزة قوية بينهما فاخترق رمح ضرار صدر وردان واكمل سيفه المهمة وعاد برأس وردان الى المسلمين عندئذ انطلقت من معسكر المسلمين صيحات الله اكبر وفي معركة مرج دهشور قابل ضرار احد قادة الروم ويدعى بوليس كان يريد الثأر لوردان وبدأت المعركة بينهما فحين وقع سيف ضرار على رقبة بوليس نادى على خالد بن الوليد وقال له يا خالد اقتلني انت ولا تدعه يقتلني فقال له خالد بل هو قاتلك وقاتل الروم وقد كان سببا في تثبيت المسلمين في معركة اليمامة التي كانت من احد اهم المعارك الفاصلة في تاريخ الاسلام فقد استشهد فيها الكثير من الصحابة وهي من حروب الردة في عام الثاني عشر للهجرة بقيادة عكريمة بن ابي جهل وقد قاتل هناك قتالا شديدا حتى اصيب في ساقيه الاثنتين ولكنه استكمل القتال على ركبتيه ولكنه تعافى بعد ذلك وفي معركة اليرموك كان ضرار اول من بايع عكريمة بن ابي جهل وذهب مع اربعمائة من المسلمين استشهدوا جميعا الا ضرار وقد ذهب ضرار مع كتيبة من المسلمين لمعرفة اخبار الروم فقاتل الروم ويقال قتل منهم اربعة مئة ولكنه وقع اسيرا فبعث المسلمون كتيبة لتحريره ومن معه وبالفعل حرروهم وعادوا معهم وقد شارك ايضا في فتح دمشق مع خالد بن الوليد رضي الله عنه ثم توفى ضرار بن الازور في منطقة غور الاردن ويرجح انه مات في طاعون عمواس ودفن هناك وسميت المدينة باسمه الزبير بن العوام ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن اخ زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها واحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الى الاسلام يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي قال عنه ان لكل نبي حواريا وحواري الزبير اول من سل سيفه في الاسلام واحد الستة اصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده وهو ابو عبد الله بن الزبير الذي بويع بالخلافة ولكن خلافته لم تمكث طويلا وزوج اسماء بنت ابي بكر الملقبة بذات النطاقين عبد الله بن رواحة صحابي بدري وشاعر وقائد عسكري واحد نقباء الانصار الاثنى عشر شارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان احد الشعراء الذين يدافعون بشعرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في يوم مؤتى سنة ثمانية هجرية وهو قائد المسلمين امام الروم وحلفائهم الغساسنة جعفر بن ابي طالب جعفر الطيار وذي الجناحين هو صحابي وقائد مسلم ومن السباقين الاولين الى الاسلام وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد وزرائه لقوله انه لم يكن نبي قبلي الا قد اعطي سبعة رفقاء نجباء ووزراء واني اعطيت اربعة عشر حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وابو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وابو ذر والمقداد وحذيفة وسلمان وعمار وبلال وجعفر هو اخو علي بن ابي طالب لابويه ويقال انه كان اشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا سعد بن ابي وقاس احد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الاولين الى الاسلام فقيل ثالث من اسلم وقيل السابع وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي وهو من اخوال النبي واحد الستة اصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده وقاتل مع الرسول بالمعارك كلها وهو من انتصر على الفرس في معركة القادسية العظيمة عمر بن معد كرب ابو ثور واحد صحابة الرسول بعد وفاة النبي ارتد عمر بن معد يكرب ثم رجع الى الاسلام وحسن اسلامه وهو شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة والفروسية حتى لقب بفارس العرب وكان له سيف اسمه الصمصامة وقد شارك في معارك الفتح الاسلامي في عهد ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الشام والعراق وشهد معركة اليرموك والقادسية اشتركوا في القناة